مناطق حزام بغداد توصف الآن بأنها قنبلة موقوطة تهدد أمن العاصمة هل هذه حقيقة بالفعل؟ ومن الذي يريد أن يفجر هذه القنبلة؟ شكرا لك سيدي الكريم وتحية لك ولمشاهديك الكرام والحقيقة لما عرضت من تقرير مهم يبين حجم هذا التنظيم الإرهابي سؤالك أنه منطقة حزام بغداد وهل هذه هي فعلا قنبلة موقوتة؟ بالتأكيد القوات الأمنية وما امتلكتها من خبرة وما امتلكتها من إمكانيات وقدرات في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وأيضا ما تعمل به القوات الأمنية سواء بمختلف مسمياتها مع التحالف الدولي وكل المجتمع الدولي بالتأكيد له نتائج وإيجابيات وله إمكانيات وقدرات عالية جدا فيما يخص العاصمة بغداد وفيما يخص حزام بغداد وفيما يخص المناطق التي نعتبرها في بعض الأحيان قد تكون مأوى للتنظيم الإرهابي لسبب أو لآخر وهذه أسباب عدة إلها منها موقع الجغرافي منها هناك بعض الحواظ التي تأوي هذه الخلايا النائمة والتي تتحرك على شكل حرب عصابات من ثلاثة أشخاص إلى أربع أشخاص منها أيضا بعض المناطق التي يستغلها التنظيم الإرهابي عن طريق تنقله ومحاولة خرقة لحزام أمن بغداد كل هذه الأمور وكل ما تفضل به تقريركم بأنه بغداد قد تكون حزامها قنبلة موقوتة مع احترامها وقدرات وتقدير البالغ لتقريركم لكن أنا من قلب الحدث وبإمكانيات قواتنا وبعمل قواتنا وبقدرات قواتنا أستطيع أن أقول بغداد آمنة بغداد لديها حزام أمني وأنطقة أمنية متعددة إذا تسمح لي عفوا وهذه الأنطقة والأحزمة أيضا بدعم من الاستطلاع المسلح الموجود على مدار 24 ساعة ما ممكن أن تكون سماء بغداد خالية من طائرات مسيرة من استطلاع مسلح من استطلاع مسير ولذلك من عمل مع التحالف الدولي للتوضيح فقط لاحظنا أن هناك عمليات خلال الفترة الماضية استهداف آمري لواء خلال الأسابيع القليلة الماضية وأيضا كان هناك تفجير في قلب العاصمة ما بين الفينة والأخرى نلحظ أن هناك استهداف للمنطقة الخضراء بالصواريخ ويعني كل هذه الأحداث الأمنية المتلاحقة ألا تستدعي اليوم السؤال حول ما هي الحقيقة على الأرض في بغداد أمنيا؟ الحقيقة على الأرض في بغداد أمنيا أنه الأجهزة الأمنية والاستخبارية وعملنا وجهدنا وضغطنا كوكالات استخبارية وأمنية على هذا التنظيم الإرهابي مستمر ودعني أضرب لك مثلا قبل هذه العمليات وما تمكننا من خلال عملنا الاستخباري وجهدنا الاستخباري والأمني طبعا قبل أن تبدأ عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة وقبلها المرحلة الثالثة والثانية هناك كان جهد استخباري وأمني في القضاء وقتل والقيام بعمليات نوعية لبعض القادة المتواجدين سواء حول حزام بغداد أو في مناطق أخرى سواء في الصحراء أو في جنوب كاركوك أو حتى في غرب نينوى آخر عملية قام بها اللي هو خلية الصقور اللي وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة إلى وزارة الداخلية وبالتعاون مع التحالف الدولي بمراقبة وملاحقة خمس انتحاريين خمس انتحاريين وصلوا إلى محيط حزام بغداد وبالتحديد إلى منطقة الزيدان ومنطقة قريبة في أبو غريب وهذه العملية كان المراد بها القيام بعمل نوعي في العاصمة بغداد خلال أيام العيد وخلال فترة حظر التجوال وخلال فترة جائحة كورونا وتمكننا من اختراق هؤلاء الخمسة انتحاريين والوصول إلى المكان الذي تم يواءهم فيه ومن أجل الثاني يوم أن يقومون بعملية إرهابية وتمكننا من قتلهم وتدميرهم عن طريق المراقبة الجوية وعن طريق أيضا مصادرنا واستطلاعنا المسلح الذي يمكننا من هذا هذا شيء يدل هذا يدل على أنه نحن مستمرين بالضغط على هذه التنظيمات الإرهابية يدل على أنه نحن مخترقين التنظيمات الإرهابية ولكن لا يمكن أخي الكريم أن تقدم أمن مئة بالمئة وما حدث قبل يومين أو ثلاثة أيام بالأحراء عن طريق زرع عبوة ناسفة في سيارة في منطقة في وسط بغداد وهذا الحادث أدى إلى جرح بعض الأشخاص بعد يومين تمكنت الحقيقة الأمن الوطني إذن تتحدث عن جهد كبير من أجل محاربة داعش سيادة اللواء ترجمة نانسي قنقر